رسميا طلاق دنيا باطمة من محمد التورك ومنحها حدانة بناتها قد قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الخاميس بطلاق الفنانة دنيا باطمة من زوجها البحريني محمد التورك ومنحها حدانة بناتها وقضت هذه المحكمة بحكمها بعد عدة جلسات انطلقت بعدما اشتد الخلاف بين الزوجين منذ شهور قليلة وخرج للعلن بعد ظهور محمد التورك في مجموعة من مقاطع فيديو بات مباشر على منصات تواصل اجتماعي وهو يعتذر ويطلب الصلح من زوجته لكن جميع محاولاته بدأت بالفشل بعد ان قررت دنيا باطمة وضحت لعلاقتهما بالوصول الى ردهة المحاكم ووصلت علاقة فنانة دنيا باطمة وزوجها البحريني الباب المسدود بعدما ساعيا محمد التورك حاول فيها اصلاح الازمة بينهما خرج المنتج البحريني عن صمته ليؤكد وقوع انفصال رسميا عن زوجة شهدونية باطمة عبر حساباتي الشخصية على مواقع تواصل اجتماعي بعدما دل ينفي خلال الفترة الماضية الاخبار التي تروج عن وجود خلاف بينهما وانطلقت قضية طلاق باطمة والتورك بعدما تقدمت الفنانة دنيا باطمة بشكاية لدى القضاء بمدينة مراكش بما قال من اجل طلاق من زوجها محمد التورك الذي وجهت له في الشكاية الى ولاية امن مراكش تهم عدة منها الاضرار بدمته المالية عن طريق التصرف بسؤنية في تسبيقات حفلاتها بصفته مدير اعمالها اضافة الى التهم الشهير والقدف والخيانة